السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم باخر وعلى خير غبرت عليكم غبرة طويلة طويلة بزاف ولكن كيف ما كتعرفوا دائما انا ما كان غبر عليكم الا غبرتني عليكم ظروفي الصحية الحمد لله دوزد واحد المحنة صعيبة صعيبة ولكن الحمد لله دابا رجعت باخر وعلى خير وان شاء الله سنرجع معكم فيديوهات جديدة وبروتينات جديدة وقبل ما سنبدأ معكم الفيديو اليوم بغيت نشكركم كاملين اي وحدة سولت فيها اي وحدة دعايت معي شكرا لها بزاف بزاف ونرجع لنا بالنسبة الفيديو اليوم فنشارك معكم ان شاء الله واحد الحلوة اللي محبوبة بزاف عند الناس كل شي يبغيها الكبير وصغير ويكون عليها الطالب بزاف بزاف سواء في الاعياد او لمناسبة او لحتى من غير مناسبة كيكون عليها الطالب بزاف واللي هي حلوة ترايبة بدون بيض وبلاكترة القوام وبدون طوابع حتى بالنسبة الناس اللي ما عندهم مش طوابع وكيبغوها كده يحضروا حليوات اللي كيكونوا علاقة للجيب واقتصاديا والاهم اهم انهم كيحطوا كمية وفيرة جدا تبعوا معي يا اخواتي الفيديو حتى الاخير ان شاء الله غد نشارك معكم هاد الحلوة بادقة تفاصيل وغد نشارك معكم حتى تمل بيع بالنسبة الاخوات اللي كيهمهم الامر في اخر الفيديو غير ما تبخلوش عليا اخواتي بلايكاتكم الله يجازيكم باخير كيف ما كنقول لكم دائما ما تنسونيش بلايكو بالخصوص في هاد الفيديو هذا اللي انني اغبرت بزاف ويوتيوب من اللي كنغبر عليكم بزاف ما كيبداش يبارتاجي الفيديو ديالي فدكشي لاش عونوني بلايكو وماكتروا لي التعاليك بزاف بزاف باش القناة ترجع مرة اخرى للحيوية ديالها ويلا نبدو بسم الله على بركة الله ودعبا غدي ندوز معكم للمكونات ديالها ديال الحلوة كيف ما كتلحظوا معايا مكونات لي بسيطة غدي احتاج هنا يا ميتين وخمسين جرام ديال زبدة المارغارين انا استعملت هنا المارغارين ممكن استعملوا زبدة حيوانية ولكن غتنقصوا من كمية الزيت هنا كنت عندي العلبة الكبيرة ديال خمسمية جرام نقصتها على زوج خديت منها ميتين وخمسين جرام ونحتاج كيسان ديال زيت نباتية كل كأس فيه ميتين ميليليلتر إلا درتوا زبدة حيوانية غتنقصوا غير كأس واحد ولا كأس قلة 4 ونحتاج هنا زوج الكيسان ديال السكر حبيبات واحد العلبة المشروب الرمانو المعروف برايبي استعملوا العلبة الكبيرة مية وعشرة جرام إلا كان عندكم ذاك العلبة الصغيرة ستعملوا منها زوج العلبة ونحتاج كيس سكر بنوكات الفانيليا وزوج الأكيس خميرة كيموية من فئة 7 قرام أو 8 قرام ونحتاج 1 درشيشة الملحة لتصحيح الضوء في جميع الحلويات ونحتاج الدقيق على حسب الخالط ونحتاج الدقيق على حسب الخالط بالنسبة لهذه العجينة فتقدر تأخذ لكم ما بين 950 قرام حتى الكيلو و100 قرام يعني تأخذ 1 كمية لا بأس بها الدقيق ونعجين العجينة وضعت الزبدة وضعت عليها السكر والفاني والملحة ونحتاجهم 1 كمية مع بعضهم غير قليلا غير قليلا ونضف عليهم مباشرة زيت نباتية ونحتاج الزبدة مع السكر غير قليلا ونضف على الزبدة وتضيف زيت نباتية كما أصبق لي ودكرت عندي زوج كيسن العنبة ونخدم أيضا زبدة مع الزيت مزيان في هات المرحلة هاتي مهمة بثاف ان انا نخدم الزبدة مع الزيت مزيان حتى يدخل ذلك الزيت في الزبدة وما يبقى بيبان عندنا زيت نهائيا لان هذه المرحلة هي التي تجعل العجينة تطلق الزيت إذا لم تخدمنا الزيت مزيان و رجعت عندنا كريمي لا يبقى نهائي الزيت ستطلق لنا العجينة الزيت كيف مدرنا لها ستطلق لنا الزيت و ستجعله غير كاس واحد الزيت او غير سكاس بعد ما خدمت الخليط مزيان كيف ملحت معي رجع كريمي ضفت عليه هنا الكاس دي المشروب الرمان و خلطت مزيان حتى حصلت على خليط كريمي كيف ملحت معي بهذا الشكل هذا سوف نبدأ لنضيف الدقيق و الخمائر ضفت هنا الدقيق ولكن لا نضيفه دفعة واحدة قضيفه دقيق عير شوية بشوية كي لا تدريت العجينة كثيرة لأن العجينة إلاجة قصحة كثيرة من القياس سوف نضيفت قصحة حتى في فشك الطاب و سوف نضيف دقيق شوية بشوية ضفت هنا قزوج الأكيس الخميرة كيموية سنجمع العجينة لي و دائما العجينة انا كنت تجمعها غير بالأصابيع لا تخدميها و لا تخدميها لا تخدميها نهائيا لن تخدميها و لا تتعليق لنا لان اذا جمعتنا الكف و نقلناها واحدا شوية ستتعليق لنا و ستجدنا بحل المسكة و إحتفال الطب لا يأتي رائع نهائيا و لا تساعدنا في التشكل سوف يكون هنا يوم بعد جمعت العجينة اتمنى كما تلاحظون معي العجينة تشتري طويلة و تقريبا تتلصق واحدا شوية مهم هنا سنأخذ ثلاثة العجينة سوف نقسمها على ثلاثة لان انا سوف نحضر بها ثلاثة شكيلات ممكن تقسمها حتى الى اربعة او لخمسة تقدروا تحضر بها خمسة شكيلات سوف تعطيكم واحدة كمية وفيرة بالنسبة للناس اللي بغاوا يديرها كده اللي هم الدار ديالهم ينوعها كده في طبصل او لف البلاتو ديال الحلوى لا تقدروا تحضر بها حتى الخمسة الاشكال وتنكهوا باش ما بغيتوا انا بالنسبة للثلاث الاول غا نخلي غيرها كده ما غا نضيف له حتى شي حاجة لان انا غادي نحضر به دوك الصبيعات اللي كي يجوا بحلبة يفوق اما بالنسبة للجوز الثاني غادي نضيف له النكهة ديال الكاراميل صراحة كان خسلي نضيف الفرنو ديال الكاراميل احسن ولكن مكاش متوفر عندي ضفت هنا واحد نصف ملعقة صغيرة ديال النكهة ديال الكاراميل او لها دلارومادي ندخلها في العجينة غير شوية بشوية بلا مند لك يعني كان حاول هكذا انني ندخلها و بلا مند لك غير كان نلوي هكذا العجينة ديال حتى تدخل ديال النكهة في العجينة كاملة وغا نغطيها بواحد البلاستيك غدائي ونخليها على جنب خليوها غير على جنب يعني غير فوق طويلة ديال العمل بلا ما تدخلوها تلاجه باش ما تنشفش لكم بزاف و باش تساعد نحته في الخدمه هنا بالنسبه للجوج الثالث و الاخير فهذا غد نضيف له الكاكاو والمر استعملت انا واحد زوج مع القكبار يكونوا ممسوحين ديال الكاكاو والمر من الاحسن يكون نوعية جيده باش ما ينشفش لنا العجينة وكيعطينا واحد له جوزوين للحلوة ديالنا نفس شي ايضرحته بالنسبه لها الكاكاو فقد قد ندخله غير شوية بشوية بشوية بلا مند لك العجينة ديالي حتى تترجعن بها كده واحد العجينة بال كاكاو كيف ما كتلاحظو معي بهذا الشكل هذا ودعبا غد ندوز نشكل اول شكل لي ما ضفت له حتى شي حاجة خليتو غير بالنك هادي الفاني غد نشكله هذا على شكل الصبعات اللي يجيوها كده بحال شكل بتيفو هادي ناخد هاد البوق هادا للرقم دياله هو رقم 11 ممكن تستعملوا اي رقم متوفر عندكم ماشي بالضرورة هذا الرقم هذا غير هادا يجيو اللي بتيفو غيرو شوية صغورين وكاربدا هكدا نشكل صبعات بهذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظو معي انا درتهم احنا يدوك صبعات صغورين ممكن تديرهم طوال من هاكدا اللي كيبغي هادا هادا الصبعات يجيو طوال ويجي الحلوة شوية كبيرة صراحة هاكدا جو زوينين جو صغورين ووجحت العدد ديال الحبات كتير يعني كتعطي كمياء اكبر إلا درناهم صبعات لا درناهم طوال بزدف ما عدد ديال الحبات كبير بزدف بالنسبة للاتا هنا يرد انتها بشوية ديال الزيت باش ما تلسق ليا الحلوة وصفيل ان الحلوة هناك تكون شوية طريا يعني جارية تقدر تلسق لنا في الل ولكن عندكم اللطة لا يسقوش ولا يحترش نهائيا انكم تلسق لنا لان عندنا الحلوة فيها الزبدة وفيها الزيت لا تلسق لنا وهاكدا نستمر حتى نساعد لكم الكيمياء ديال العجين اللي عندي كاملة ومن بعد ندخل اللطة ديال الفرن الفرن كنت جم سخنته من قبل على نار اللي كتكون مهيلة باش ما تخطف لنا الحلوة وطبع لها خطرها ندخلهم من الفوق النار كتكون تحت منهم كما قلت لكم النار كتكون مهيلة حتى يبدو يدهبوها كده شوية مع الجنب ونهبطهم من التحت باش يتحمروا او لا يدهبوا شوية من الوجه ديالهم الأحسن ما تحمروا مش بزاف واللي عندها فورن كهربائي غدرهم على 150 او 160 درجة وتشعلوا اليوم من الفوق ومن تحت في نفس الوقت ماشي مشكل يبقوا مدهة الاربع ساعة ما بين 12 دقيقة حتى الاربع ساعة ما يدهوش بزاف ديال الوقت في الطياب سوف ندهبوها للشكل الثاني اللي درناها بالكاكاو بالنسبة لهذا فسوف ندهبوها بحل شكل قوالب كما لاحظوا معي سوف نأخذها كده واحد الكيمياء ديال العجين حولها كده انني نحرب لها ما بين يديها باش تحصل على صباعات اللي كتكون بهذا الشكل هذا ومن بعد سوف ندهبوزهم في الكوكاو مهرمش او لا الكوكاو كونكاسي ممكن تحضرهم في الدار او لا تاخدوه واجد عند باقي مستلزمات الحلويات ومن بعد سوف ندهبوها كده واحد الحفيراء في الوسط بشكل طولي باش يجو بحل شكل قوالب او لدباغكات بحل هكا وفي الوسط نقدرون نعمرهم باش ما بغينا سوف يبالنسبة لهذا الحلوه هذه حتى ايكي ما لحتوا معي سهلة مهلة ما كتديش بزاف ديال الوقت وما كتديش حتى شي حاجه ليه كثيره او لا تدروا الكوكاو كونكسي مستعملون غير الجنجلان او لا تدروا الكوك او لا تدرواها غير هكا بدون اي اضافات وفي الاخير فاش الطيب كتعمروا هذا الوسط كتعمروا بشوكوله نفس الشيحة بالنسبة لهذا الحلوه هذه اللطارة نيضهنتها بشوية ديال الزيت باش مستلزقش ليه الحلوه سوف نتشكل الحبات ديال الحلوه اللي عندي كاملين بنفس الطريقة بالنسبة للقياس ديال هادي العجينة هادي فكيكون فيها تقريبا ما بين 14 و 15 قرام في كل كويره اولا في كل حبه ديال الحلوه سوف نساليها هكذا بالنفس الطريقة كيف ملاحتي معيه و سوف نرجع معكم و سوف نبعد ما عمرت اللطار ديالي سوف ندخلها ديال الفرن حتيات طيب نفس الشيه غدا طيبه على النار اللي كتكون مهيله حتياته ما كتديش بزافة الوقت في الطياب عندها ربوع ساعة كتكون طيبه هادي الحلوه هادي المهم هادي ندخلها ديال الفرن طيب و هادي ندوزول الشكل الثالث و الاخير بالنسبة للشكل الثالث فهذا هادي نديرو على شكل كويرات كيف ما هاتلاحظو معيه كنا اخدها كده واحد شوية ديال العجين تقريبا كيكون الوزن ديالو 15 قرام او 14 قرام و كنكور هما بين يدي و نضغط عليها واحد شوية يعني كنبسطها من خليها هكذا كمقببه لان العجينة عندنا خفيفة و ما زال غادي تنفخ واحد شوية و انا صراحة الحلوه هكذا تكون مكوره مكوره و لا تعجبني جيعي بزادة بزادة على حسب كي ساعدين فيني و هادي لا تتحدث كبير بزادة صافهم الي كنشكل هون كنديرو مكذافلات اللطاء هي كنت هون بزيت و نحاول نبعدهم على بعديهم واحد شوية باشاوه و هادي ندخل ايضا الحلوه ذي لالفرن طيب نفس الشيحة هي طبع النار التي تكون مهيلة مدة 4 ساعة حتى 17-18 دقيقة حتى هذه الحلوة لا تقوم بزارة الوقت في الطياب يضغية كي يطابوا هذه الحلوية تعدوا سوف يوم من بعد كان طيبها من الفوق حتى تذهب شوية معجب وكان هبطها لتحت باش تتحمل اللي عندها فرن كارو باقي تشعل عليها من فوق ومن تحت في نفس الوقت باش تتحمل من جوز جهات في نفس الوقت ومن ثم تتحمل الحلوة التي تقوم بها كيف ملحتوا معي كي يكون ادوى شكلها من بعد النطب شوفوا كيف يأتي هذه وكي تبقى محافظة على شكلها وزوينة نفس الشيحة بالنسبة للك الصباعات يعني ما تحمرهم بزارة بزارة كي لا يأتي بزارة مغلوق بزارة ايضا بالنسبة لهذه الكويرات شوفوا كيف يأتي وصار حركة يأتي رائعين وكي تنفخوا غير شيء ما يتنفخوا بزارة بالنسبة للتزيين اول شكل اللي درته بالكاكاو فهذا سنزينه بشوكولاتة بيضاء وشوكولاتة سوداء اللي دوبتهم في حمام مائي انا استعملت غير بديل شوكولاتة يعني استعملت غالة ممكن استعملوا اي نوعية متوفرة عندكم بالنسبة للطريقة للتزيين كناخد شوكولاتة بيضاء وكنديرها كده كنعمر بهذه الحفيرات اللي درت في الاول والشوكولاتة سوداء كندير بها كده من الفوق واحد خطوط بشكل عشوائي كيف ملحتم معي اني كنخدم غير ملعقة ما درت لها كورنيا او شي حاجه اغلق ازو حد شوكولاتة في الملعقة وكنزين هكذا خطيطات بشكل عشوائي صراحة هالتزيين اللي يجي عشوائي يجي زوين بزاف احسن من اللي كنديرو هكذا بالكورنيا او شي حاجه اخرى انا عثم وكيف ملحتم معي الزيين ديال هارال جي عند الحلوى بامو بسط لاتضيف �cking حاجه لقت لا مضاهة هذه الخطوط من الفوق او تكون شوكولات ب male لن اعطل خطوط على التصوصل وتجن الزين الاخت pres ولكن أقوة بين الفرحة سوف نضيف الشوكولاتة البيضاء و سوف نضيف الكنافة محمرة ممكن تعودها بالكوك محمرة او كوكا و مهرمش او غير الباستا او بيسكوية او القفرة انا كانت متوفرة عندي الكنافة درتها في الفران تحمرت و سوف نفند في هذه الحلوة كيفما حدثت معي كانت تساكت الحبات الحلوة في الشوكولاتة و كان حاولة ان نقطرهم مزيان بالشوكولاتة و كيفما اضحها في الكنافة التي لديها محمرة و نرمضها مزيان في الكنافة باستهزلها كده كمية لبأسة بها الكنافة و سوف نضيفها على جنب و يكونها دود تزيين هذه الحلوة كيفما سبق لي و ذكرت هذه الحلويات كلها الشكل ديالها جيد و التزيين ديالها بسيط و الخدمة ديالها سهلة لا تضيفها لوقت لا في الخدمة و لا في الطياب ولا حتى في التزيين سوف نستمر هكذا بنفس طريقة حتى نزيين ذلك الحبات الحلوة التي لديها كاملين و سوف نرجع معكم باش نزيينه الشكل الثالث بالنسبة هنالتزيين ديال شكل الثالث سوف نزيينه غير بشوكولاتة السوداء سوف نلسق واحدة مع واحدة لان ما يتلسق واحدة مع واحدة يعطينا شكل احسن و لكن لا تريد ان تحصلوا على عدد الحبات اكثر بلا ما تلسقوا واحدة مع واحدة و في الاول را كان لسقها كده احباب واحد شوية ديال شوكولات و كان نغطلها ذلك الرويسات ديالهم مننا و مننا بالشوكولات يعني كي يبقى كده تزيين اختياري تقدروا غير تزيينه غير مننا بلا ما تلسقوا كده ما قلت لكم واحدة مع واحدة او لا احتى لما بغيتوا تغطلهم ذلك الرويسات ديالهم في شوكولات تجعلهم غير هكذا حتى هكذا كده يجيو زوينين والحلوة تجيب نينا و حتى في شكيل هكذا في ملحة معين يراها زوينة و سعلا في الخدمة الاخوات اللي ما عندهم شهد البوق هادا و بغوا يديرو بلا هاد البوق تقدروا تديرو غير صبيعات عاديين يعني بلا ما تديرو بالبوق و من بعد فشي طيبو تغطلوا لما كده رويسات ديالهم في شوكولات و انتم ما تحصلتوا على صبيعات بالشوكولات اللي كيجيو رائعين هنايا كنحاول ما امكن انني نديرها كده دوك الحبات اللي كيكونوا مقدين باش مجيش هكذا وحده كبيرة على وحده باش يجيوها كده الحبات ديال الحلوة عندي مقدين و صافي كيكون هدود تزيين ديال هاد الحلوة هادى حتى هي تزيين ديالها بسط سهل و كتجي رائعة و راقية و الاهم هو انها بنينا و صراحة را كيكون عليها الطلب بزاف هاد الحلوة هادى انا شخصين اللي بتفورها كنخدموا بهم على دور العام ماشي غير في الاعياد ولا غير في المناسبات انها كيكون عليهم الطلب تقريبا بشكل يومي صافي انا غاد نسالي تزيين ديال هاد الحبات ديال الحلوة اللي عندي كاملين و غاد نرجع معكم وهنايا من بعد مسالي تزيين ديال الحلوة ديالي كاملة بثلاثة اشكال شوفوا معي ما شاء الله الكمية اللي كتعطيرها وفيرة جدا جدا وشكيات اللي هم مزوينين ساهلين في متناول الجميع اللي بغتك تتخدم على رأسها بشي حاجة اللي بسيطة ومر بها حتى في التامان ورخيصة حتى في البيع يعني كتقم عليك رخيصة وتبيعها بتامان رخيص 60 درهم بسبعين درهم الحمد لله كل شي ياخذ الحلوة وكل شي يخدم على رأسه شوفوا هذه السبعتها كيف يجيو زوينين بحلاكة صافي هنا انبعد مسالي توموس تومفليب وطرة تعتني ما شاء الله قريب 4 كيلو يعني تقريبا كل شكل خرجت منه 1.250 يعني تقريبا قريب 4 كيلو ما شاء الله كمية وفيرة جدا وبالنسبة لتامان باش تقدرو تبيعو لا تقدرو تبيعو غير 60 درهم الحمد لله الخير والبركة ديال الربح الى خرجت غير 3 كيلو ما شاء الله فيها الخير ديال الربح وكتجي زوينة ومطلوبة بزاف كل شي كي يبغيها صافي كما لحتم معي كي يكون ادوى الشكل نيائي ديال الحلويات اللي حضرت معكم كما قلت لكم وكتجي زوينة رائعة وفي متناول الجامع وقبل ما سننسلي معكم الفيديو انا سوف نفتح معكم واحد الحبه من كل شكل كيف سوف تكون حلوه شيشة مرملة والاهم هو انها تكون جيدة لا تشبعوش منها وهنا ايه الفيديو ديالي سوف نسلي ولو سلتوا حتى لنا وباقي ما درتوا لايك لا تنسوش حبيباتي يديروا لايك نخليكم دبا الى فيديو الجيد ان شاء الله الى اللقاء اشتركوا في القناة